اقرأي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه آمنوا بالله ورسوله الإيمان بالله التصديق بأن الله سبحانه وتعالى موجود لا شك في وجوده هو الواحد هو القادر على كل شيء لا شريك له لا مثيل له سبحانه وتعالى لا أحد يبرز من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالإيمان الله عز وجل ذكر الإنفاق وأنفقوه ويشمل ذلك الزكاة ويشمل ذلك الإنفاق في سبيل الله قال عز وجل مما جعلكم مستخلفين فيه المال الذي بين أيدينا المال الذي يكون بين أيدي الناس الله عز وجل هو الذي مكنهم منهم الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الناس خلفاء في التصرف في هذا المال فنحن وما نملك ملك لله نحن مأمورون ومنهيون المال الذي مكننا الله منه نحن مأمورون في هذا المال بأوامر ومنهيون عن أمور نهان الله عز وجل عنها أما الله عز وجل فلا آمر له ولا ناهي له سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء هو المالك على الحقيقة فنحن وما نملك ملك لله فالله عز وجل قال جعلكم مستخلفين فيه أنتم خلفاء في التصرف في هذا المال فأنتم مأمورون ومنهيون فأنفقوا في سبيل الله وأدوا ما فرض الله سبحانه وتعالى فالمال مال الله فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير فالذين آمنوا منكم وأنفقوا إذن الإيمان ذكر هنا وهذا يدل على أن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة لأن الله عز وجل قال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هؤلاء لهم أجر كبير أما الذي لا يكون على الإيمان مهما أنفق في هذه الدنيا لا يكون له بهذا ثواب عند الله في الآخرة لا ينتفع بهذا العمل في الآخرة عند الله لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة نسأل الله الثبات على الحق ثم قال الله عز وجل وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميفاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم لا تؤمنون بالله أي عذر لكم في ترك الإيمان بالله لا عذر لكم جاءكم الرسول وبلغكم وبلغتكم دعوة الإسلام المكلف والبالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم الرسول بلغكم الرسول أخبركم الرسول بلغ ما أمره الله عز وجل به فبلغتكم هذه الدعوة والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقول الله عز وجل وقد أخذ ميفاقكم إن كنتم مؤمنين من العلماء من فسر ذلك بما حصل عندما أخرج الله عز وجل الأرواح من ظهر آدم فإنهم سئلوا ألست بربكم؟ قالوا بلى لا إله لنا غيرك اعترفوا كلهم بألوهية الله سبحانه وتعالى ثم لما دخلت الروح في جسد الولد نسي هذا ويبقى ناسيا إلى أن يسمع من أبويه أو من غيرهما الإسلام فيعود إلى ما كان عليه هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة معناه يكون مستعدا متهيئا لقبول دين الإسلام على الفطرة أي على فطرة الإسلام لأنهم يولدون على مقتض اعترافهم وتوحيدهم الذي حصل يوم أخرجت الأرواح من ظهر آدم ثم قال الله عز وجل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل على عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحات ليخرجكم من الظلمات أي من ظلمات الكفر إلى النور أي إلى الإيمان إلى الإسلام إلى الحق فالظلمات ظلمات الكفر كثيرة العقائد الفاسدة الكفرية كثيرة أما الدين الحق فهو واحد وهو الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء وإن الله بكم لرؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم والله سبحانه وتعالى لا يرحم الكافرين في الآخرة نسأل الله السلامة نعوذ إلى تلاوة الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم اقرأي القرآن